اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والاسكافية موضوع آخر مطلوب منك أن تقرأ هذا الموضوع ثم تبدأ في الإجابة عن الأسئلة المطروحة على الموضوع تعالوا بنا مثلاً إذا عرضنا نصاً من النصوص أو موضوعاً من الموضوعات عليك أولاً أن تحدد الأفكار الرئيسة لهذا الموضوع عليك أولاً أن تحدد الأفكار الرئيسة لهذا الموضوع فمثلاً الفكرة الأولى التفكير في حل أزمة المواصلات الثانية بداية فكرة قطارات الأنفاق إلى آخر حللت وحددت الأفكار الرئيسة للموضوع فهذا يساعدك على التلخيص والغرض من التلخيص يا أولادي هو الاختصار ولكن انتبه الاختصار ولكن دون أن تضيع الأفكار الرئيسة دون أن تضيع الأفكار الرئيسة ولا المعلومات الرئيسة فهذا هو التلخيص نستنتج أن التلخيص ما هو إلا تركيز إلا تركيز على الأفكار الرئيسة في نص مع أي حينما نريد أن نلخص نصاً معيلاً أولاً نقرأه قراءة جيدة قراءة صامتة بتركيز ثم نحدد الأفكار الرئيسة لهذا النص نحدد الأفكار الرئيسة لهذا النص ثم نبدأ في استبعاد الكلمات التي لا نقول ليس لها قيمة ولكن لا تتعلق بالأفكار الرئيسة نحاول أن نلخص وأن نبتعد عن الإسهاب وعن الإطناب وأن نلخص هذا الكلام مع مراعاة مع مراعاة الاحتفاظ بالأفكار الرئيسة التي يتكلم عنها الموضوع نبدأ التلخيص ما هو إلا تركيز على الأفكار الرئيسة في نص ما خصائص التلخيص تعالوا نقارن بين الفقرة الأصلية وبين التلخيص لو تلاحظ في الفقرة الأصلية عد الأسطر حوالي ما يقرب من ستة أسطر ما يقرب من ستة أسطر وفي التلخيص ما يقرب من أربعة أسطر وليست أسطر كاملة ولكن تؤدي نفس المعنى وتؤدي نفس المضمون الذي احتوته الفقرة الأصلية وهنا لابد أن تسأل نفسك أسئل هل يعبر التلخيص عن أفكار الفقرة الأساسية بعدما تنتهي من عملية التلخيص ولا بد أن تدرب نفسك على تلخيص الأشياء مثلا أن تقرأ قصة ثم تقوم بتلخيص هذه القصة وتلخص هذه القصة أو هذا الموضوع بإسلوب بإسلوبك أنت تستوعب الأفكار ثم تعبر عنها بإسلوبك أنت فتسأل نفسك هل يعبر التلخيص عن أفكار الفقرة الأساسية نتحقق من ذلك أعد كلمات الفقرة الأصلية كلمات التلخيص وأبين هل هما متساويان في الحجم أم لا طبعا الغرض من التلخيص هو أن توجز وأن تختصر وأن تقلص من حجم النص أو من حجم الموضوع فإذا كان التلخيص مساويا للموضوع الأساسي فلا قيمة له بعد ذلك أن تحدد عبارات الفقرة التي حذفت في التلخيص تشوف العبارات التي حذفتها هل هي عبارات أساسية ومحورية وتتكلم عن أفكار رئيسة أم أنها عبارات فيها استطراض أو فيها معلومات تتعلق بالموضوع ولكن من بعيد يعني معنى ذلك أننا إذا حذفناها لا نخل بصلب الموضوع أو بأفكار الرئيسة ونسأل هل غير حذفها المعنى؟ هل جمل التلخيص مشابهة لجمل الفقرة الأصلية؟ هل جمل التلخيص مشابهة لجمل الفقرة الأصلية؟ هذه أسئلة لا بد أن نسأل أنفسنا عند الانتهاء من التلخيص ونستنتج الآتي أن خصائص التلخيص يتضمن التلخيص الأفكار الرئيسة للنص الأصلي التلخيص لا بد أن يكون أصغر حجماً التلخيص أصغر حجماً من النص الأصلي وإلا وما الفائدة من التلخيص؟ يخلو التلخيص من الألفاظ المكررة ومن التشبيهات والصفات غير الضرورية والأمثلة والأدلة والتوضيح وجمل التلخيص تختلف عن جمل النص الأصلي لأنها تكتب بإسلوب من قام بالتلخيص وانتبه لهذه العبارة مرة ثانية جمل التلخيص تختلف عن جمل النص الأصلي لأنها تكتب بإسلوب من قام بالتلخيص يعني حينما نطلب منك يا ولدي أن تلخص موضوعاً أو قصة لا تقتبس ولا تنسخ الجمل والعبارات الموجودة في النص الأصلي وما الفائدة؟ المطلوب منك أن تعبر بإسلوبك أنت تعبر بإسلوبك أنت لا أن تقتبس العبارات الرئيسة والعبارات الأساسية ثم تضعها في التلخيص وإلا وما الفائدة؟ هذه أكررها مرة أخرى جمل التلخيص جمل التلخيص تختلف عن جمل النص الأصلي لأنها تكتب بإسلوب من قام بالتلخيص هذا نص بعد أن تقرأه بعد أن تقرأ بعد أن تقرأه قم بتلخيص لو تلاحظ النص الأساسي كم؟ ما يزيد عن تقريباً عشرين سطرة لكن تعال إلى التلخيص يعني حوالي عشرة أسطر أو أقل وبإسلوب مختلف وبإسلوب مختلف بإسلوبك أنت تضع فيه شخصيتك أنت تضع فيه خبراتك أنت الخبرات اللغوية الخبرات الحياتية الخبرات التقافية ولكن دون أن تخل بالموضوع الأساسي أو بالفكرة الأصلية الأفكار الأصلية وتعبر بإسلوبك هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر